اهلا بكم مشاهدين كرام وتاطية جديدة من النيل مباشر نستعرض خلالها هم الملفات على الساحة الرئيس السيسي يلتقي ملك البحرين ويؤكد متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي متانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والامة العربية في ثاني ايام زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة البحرينية المنامة استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك المملكة البحرينية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الصخير الملكي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس اكد على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين كما أكد السيد الرئيس حرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات وتكثيف وطيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الأقليمية والتولية وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون المشترك في أرض مصر جميل الشعر يبتزموا ومن ثواء الضواء بالشعر يبتزموا من دانة المرض من بحرين أن بركت خلافة الشرق بالأبيات ستقرموا أرض القروبة من باقت لفربتها روحي فحلق بي من شرقه يخلم موسيقى كما عقد السيد الرئيس جلسة مباحثات مع صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء وتناول اللقاء العلاقات المصرية البحرينية المتميزة التي تربط البلدين حكومة وشعبا موسيقى وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نادية صبرى الكاتبة الصحفية المتخصصة في أشؤون العربية أستاذة نادية أهلا بك أستاذة نادية أهلا بك أهلا بك أولا على ضوء زيارة الرئيس السيسي لمملكة البحرين في هذا التوقيت يعني كيف تؤكدين أولا خصوصية العلاقات المصرية البحرينية خصوصا في ظل فترة الرئيس السيسي طبعا العلاقات المصرية البحرينية علاقات ذات طبيعة خاصة وعلاقات متكزيرة على مدار الأربعين عاما الماضية مصر كانت من أولي الدول اللي اعترفت باستقلال مملكة البحرين عام 71 أيضا مملكة البحرين كانت من أولي الدول اللي سندت مصر واعترفت بسورة الثلاثين من يونيو المجيدة مصر كانت دعيمة طيلة العشر سنوات الماضية لأمن وارتقرار البحرين شاهدنا أن منذ 2011 تعرضت مملكة البحرين للعديد من محاولات اختراق الأمن الدخلي لها وتهديد استقرارها كانت دائما مصر سند قوي لها في هذه الأزمات ودعيمة لها وهذا الدور أشهد به جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أن مصر دائما هي السند للأمة العربية وأن مصر حريصة على الأمن القومي العربي ودائما فخامة رئيسة عبد الفتاح السيسي يعني يقول مرارا وتقرارا أن أمن الخليج هو جزء لا يتجسأ من الأمن القومي المصري أيضا هناك علاقات خاصة بين الزعيمين جلالة الملك وبين فخامة رئيسة عبد الفتاح السيسي وإحنا شفنا في سابقة من نوعها تعليق صورة كبيرة لفخامة رئيسة عبد الفتاح السيسي في مكان اللقاء الذي جامع بينه بين ولي عهد البحرين طبعا ده يعني لفتة تدل على مدى التواصل والصحيب البحريني بهذه الزيارة ومدى عمق العلاقات مع فخامة رئيسة عبد الفتاح السيسي تمام طيب أستاذ نادية على ضوء هذه العلاقات القوية بين البلدين كيف انعكس هذا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين طبعا زي ما سبتك ذكرت في التقرير وكما قال معالي وزير الخارجية سمح شكري ان هذه الزيارة الاستغرقة من سمل التدقيع زد مذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والبيئية والبحثي والفلكي هناك مشاورات لزيادة الاستثمارات البحرينية في مصر والتعاون المالي والتعاون أكثر في مجال السياحة هناك دعم بحريني قوي للاقتصاد المصري ولكل الخطوات المصر بتقوم بها لنهوض اقتصادية ايضا هذه الزيارة بتأتي في توقيت هامي جدا وتشمل جولة خالجية ستشمل خلصانة عمال ايضا قبل وصول الرئيس الامريكي جو بايتن للمنطقة في منتصف الشهر القادم هذه الزيارة اللي هي بمثابة قنة عربية امريكية سيسج عنها الكثير من النتائج لمنطقة الشرق الاوسط وهيشتقي بعدد كبير من الزعماء العرب طبعا قطة الخليج وخمطة الاسعب بفتاح السيسي وملك الأردن بازيز زيارة بتاتي في إثار لتنسيق للقوطة الحركة الممثلة السياسية للموقف العربي في مواجهة كل هذه التحديات لأن هناك نقطة كثيرة سوف يتم ترحها في القمة العربية الأمريكية الأسل اليمنية أسل منطقة المنطقة البحر العديد من المنطقة العلاقة بالأمريكية والاستقرار تمام طيب أستاذ نادية يعني لو يعني تعمقنا أكثر في العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين ما هو حجم التبادل التجاري بين الدولتين في الوقت الراهن وأيضا يعني حجم الاستثمارات المتبادلة بين مصر والبحرين حتى الآن حجم الاستثمارات بين مصر والبحرين يعني بيوصل إلى عدد مليارات لكن هناك رغبة مصرية ورغبة بحرانية أيضا في ديارة هذه الاستثمارات في إطار الدور البحريني والدور الخليجي الدعم للاقتصاد المصري دائما لأن مصر كانت تحظى بدعم جلالة الملك حمد بن عيسى ويرى أن الدور المصري دور محوالي وهام مصر سيرة العشرة في الوقت كانت الدائمة الأكبر لمملكة البحرين وكانت حريثة جدا على إدانة كل محاولات الاختراق الداخلي للمملكة الخارجية المصرية أيضا كان من أوائل الدول الرحابة في الحوار الذي حدث في 2013 مع المعارضة البحرينية وأدى إلى الوصول للتفاق وحجز الأمن والاستقرار البحرين ومصر أدانة تفجير الدية الذي حدث في مملكة البحرين فمصر دائما أستند والداعم لكل الأشقاء العرب وكل الأشقاء في الخليج وزيادة الاستثمارات الخارجية بالتفاعة عامة وزيادة الاستثمارات البحرينية وزيادة التعاون المالي ده هنسحده في الفترة القادمة خاصة مع رغبة مصر في تحويل كل الودائع الخليجية إلى الاستثمارات بإذن الله تمام عشرتي أستاذة نادية إلى أن هذه اللقاءات تأتي قبل نحو أسبوعين من لقاء قمة يعقد بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق مع الرئيس الأمريكي في السعودية في رأيك ما هي المواقف التي أو القضايا التي يتم توحيد الرؤى بشأنها وتحديد الأولويات بشأنها عند طرحها على أجندة النقاشات مع الرئيس الأمريكي هناك العديد من القضايا التي يجب أن يتوافق أبرزها جميع الضعمال العرب الأزمة اليمنية هي أبرزها طبعا أمن البحر الأحمر أمن دول الخليج التهديدات الإيرانية للدول العربية وتدخلها في الشؤون العربية محاولات وجود أيدي تعبس بالأمن القوم العربي هذه أبرز الحديث التي أرى أنها ستكون على أولوية مئلة المفاوضات مع الرئيس الأمريكي جوبايد وأتمنى أن يكون هناك حلول جزرية لهذه النقاط وأن يكون الرئيس الأمريكي معه أجندة وعلى جدة في إنهاء الأزمة اليمنية شكرا لحضرتك أستاذ نادية صبرة الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون العربية كنت معنا عبر الهاتف هذا وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البحرينية المنامة مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين في افتتاح المبنى الجديد في مطار البحرين الدولي وأوضح المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي بأن مشروعات تجديد مطار البحرين ستعزز من دعم البحرين في قطاع خدمات النقل والشحن الجوي والذي توليه الدولتان الشقيقتان أهمية كبيرة في إطار المجالات المتعددة للتعاون الثنائي بينهما أكد وزير الخارجية سمح شكر خلال المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني أن الرئيس السيسي وعاهلة البحرين بحثاء التعاون بين البلدين خاصة في مجال الاقتصاد مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الزيارات المتبادلة على أعلى مستوى شهدت الزيارة مباحثات مثمرة ومعمقة بين قيادات البلدين في مختلف المجالات حيث تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وصول تعزيزها ودعمها خاصة في جانبها الاقتصادي تم بحث كيفين زيادة حجم التجارة البينية ودعم حركة الاستثمار وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والطاقة النزيفة والبيئة والتعاون المالي والنقل وغيرها من المجالات وتوجد هذه المباحثات بالتوقيع العدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والبيئية والقضائية وغيرها من مجالات محل الاهتمام بين البلدين كما ذكرتم مع لي وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواطفي الخبير الاقتصادي دكتور محمد أهلا بي واقع العلاقات التجارية بين مصر والبحرين في هذا التوقيت وما هو مأمول في المستقبل على ضوء هذه اللقاءات التي عقدت مؤخرا بين الرئيس السيسي والملك البحريني في المنامة وأيضا قبل فترة قليلة في شرم الشيخ الحقيقة طبعا هناك حركة داوبة من مصر في لم الشامل العربي ودعم العلاقات الاقتصادية العربية سواء في البحرين سواء في قطر سواء في السعودية سواء في الوردن سواء في العلاق في كل دول العربية الحية تغطو مصر خطوات جهيدة في الفترة الأخيرة في حال أنه في أزمة عالمية طحنة كبيرة هذه الأزمة العالمية فرضت نفسها العرب ليسوا فاعلين فيها لكن أصبحوا مفهول به وبالتالي عليهم أن يجسدوا الروح العربية والتكتب العربي العربي والاستفادة من القدرات العربية العربية حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة والعمل على إنشاء كيان اقتصادي قوي تستطيع منه والدول العربية أن تنافس أو على الأقل تحل المشاكل الموجودة حاليا العلاقات العربية البحرينية المصرية البحرينية هي علاقات قديمة والتبادل التجاري قديم لكن هناك عدة مجالات موجودة ما بين الدولتين أول حاجة هو ما تسعى إليها الدولة المصرية وهو زيادة الاستثمارات العربية في داخل الدولة المصرية للاستفادة من الفرص المواتية الموجودة في المتصاد المصري الأمر الثاني كمان أنه هو زيادة التبادل التجاري ما بين الدولتين لأن الحقيقة هو التبادل التجاري العربي العربي الحقيقة هو ضعيف جدا بذكر بالتبادل العربي هذا يعني عذرا لمقاطعة دكتور محمد هذا معروف ولكن نود أن نفصل الأمر بشيء أكثر تفصيلا وتوضيحا للمشاهد الكريم ونحن بصدد العلاقات المصرية البحرينية فنود أن نعلم من سيادتك ما هو حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والبحرين وما هو مأمول وأيضا حجم الاستثمارات البحرينية في مصر وما هو مأمول من خلالها خصوصا على ضوء العلاقات القوية بين الزعيمين في الدولتين التبادل التجاري ما بين الدولة المصرية والبحرينية تقريبا في حدود 45 مليار دولار وده طبعا مقارنة بالمأمول والمستهدف هو أمر ضعيف 45 مليار ولا مليون أفند لا 45 مليار تقريبا التبادل التجاري ما بين الدولتين ضعيف جدا يعني هو 45 مليار صعب يعني يكون حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين يعني هو في حدود أقل من ذلك كثيرا الاستثمارات الأحرانية لا تتجاوز 9 مليار في الدولة المصرية الحقيقة طبعا هذا أمر يعني ضعيف بالنسبة للدولة المصرية التبادل التجاري ما بين الدول العربية كلها أعتقد أنه هو في يعني يتجاوز الفترة الرقم أنه هو حدود قولته ده مكتير لكن هو طبعا عندنا تبادل رسمي وتبادل الرسمي التبادل الرسمي بيكون ضئدئيل لكن هناك بيمن فيه تبادل بين الأفراد بين الهيئات بيبقى تبادل موجود الأمر الثاني للإستثمارات البحرينية في الدولة العربية في مصر الحقيقة طبعا هو الخارجية كلها بسفة عامة لكنها أعتقد لا تتجاوز التسعة المبلغة السبيرة وده أمصر تستهدف أن يكون هناك استثمارات البحرينية في داخل الدولة المصرية أي القطاعات التي نستفيدها في الدولة المصرية الدولة المصرية عندها صناعات وعندها شركات تستهدف في القطاع الخاص يكون موجود في البحريني في هذه الفترة تستهدف جذب رجال الأعمال البحرينيين إلى الاستثمارات تستهدف إلى مشاركة رجال الأعمال غير الاستثمار الحكومي الاستثمار الحكومي دائما ضعيف لكن احنا بنستحف دائما استثمارات الافراد البحرانيين او الافراد القريجيين وتوجيه اموالهم الى داخل الدولة المصرية لماذا لان هناك بعض الاشياء اللي احنا محتاجينها احنا عندنا محتاجين صناعة ومحتاجين توطين صناعي وبالتالي هذا التوطين الصناعي وهذه الصناعة تحتاج الى رأس المال مين يعملوا اعتقد الدولة العربية المعارضة تكون مدعوة للاستفادة من الصرص الاستثمارية الموجودة وما قامت به الدولة المصرية من تيسير في الاجراءات وما قامت به الدولة المصرية من تيسير الاستثمارات وبالتالي نستهدف ان يكون حجم الاستثمار العربي العربي اكبر من ذلك بكسر جدا الحقيقة طبعا ربما يكون الاستثمارات البحرانية ضعيفة لكن نستهدف ان يكون هنا اكبر من ذلك بكسر تمام ايضا الرئيس سيسي مع اخيه وشقيقه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى القليفة قاموا بحضور افتتاح مشروعات تجديد مطار البحرين خصوصا مع دعم البحرين لقطاع خدمات النقل والشحن الجوي وأيضا هذا المسار تسير فيه مصر ما الذي يمكن أن يتبادله الجانبان فيما يخص هذا الإطار العربية الحية في فترة الأخيرة بتستهدف إلى دعم اللوجستيات ودعم المواني علشان تقدر تستفيد بالقدرات العربية ودعنا عذرا للمقاطعة دكتور محمد ودعنا نتعرف على المزيد حول العلاقات الاقتصادية بين مصر والبحرين في مؤتمر صحفي لوزير المالية البحريني مع وزيرة التخطيط الاقتصادية العلاقات من اهتمام دائم من القيادة السياسية في البلدين برئاسة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلدة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين الحياة التشاور والحوار والزيارات المتبادلة والمتواصلة بين البلدين تأتي اليوم تكسيدا وامتدادا لهذا التواصل فالعلاقات المصرية البحرينية هي تمثل نموذجا للعلاقات العربية نموذج يحتذى به للعلاقات العربية العربية تشهد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري تنامي منحوز يبدل عديد من الفرص في قطاعات وعيدة لتعديد هذا التعاون ونسعى لاستفادة منها بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين المصري والبحريني فيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية تحتل البحرين المرتبة 16 في قائمة الدول المستثمرة في مصر بلغ إجمالي عدد الشركات البحرينية حوالي 216 شركة بإجمالي رأس المال 3.3 مليار دولار الحقيقة أن هذه الزيارة حضى الملف الاقتصادي والاستثماري باهتمام كبير وبالفعل تم الاتفاق على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مصر والبحرين وذلك من خلال الاستفادة من المقاومات الكبيرة للبلدين وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم في الارتقاء في التنمية الاقتصادية في البلدين وبالفعل هناك عدد من الشركات البحرينية تعمل في مصر في قطاعات وأنشطة متنوعة على رأسها قطاع التمويلي والمصرفي والإنشائي والصناعي والسياحي في هذا السياق نحن بنسعى كحكومتين لتفعيل التعاون الاستثماري المشترك في ضوء تطلع عدد من الشركات البحرينية لإقامة مشروعات في مصر وإحداث توسعات لمشروعاتهم الحالية بالإضافة أيضا إلى توسيع قاعدة الشركات المستثمرة في مصر وأيضا الشركات المصرية تسعى إلى الاستثمار في مملكة البحرين وتساهم أيضا في مشروعات تنموية في البحرين الحقيقة لما بنتكلم النهاردة على الدولة المصرية بتتجه بشكل أساسي إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص سواء هذا القطاع الخاص محلي أو أجنبي في عجلة التنمية وده بيأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر أطلقته في 2016 كإصلاح مالي ونقدي ثم بدأنا في مرحلة الإصلاح الهيكلي اللي من أهم مقاوماته هو مزيد من مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في ضوء المزايا التنفسية التي تحظى بها الدولة المصرية سواء في حجم السوق الكبير أو في حجم العمالة المهرة المدربة أو في نسبة الشباب من قوة العمل يعني مناخ الاستثمار أيضا في مصر نهاردة في إطار خطة الإصلاح الهيكلي بدأ بيحظى باهتمام كبير وفي مجموعة كبيرة من الحوافز اللي بدأت الدولة المصرية تطرحها في قانون الاستثمار الجديد تفعيل مجموعة من الحوافز إعطاء رخصة ذهبية في عدد من المشروعات وبالذات المشروعات التي تتعلق بتوطين الصناعة أو التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمشروعات التي تحظى إلى تفعيل كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة النقطة الثانية أيضا أننا حدثنا أحد القوانين الهامة وهو قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذا من القوانين المستحدثة اللي أيضا هيساهم بشكل كبير جدا في تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية من ضمن الأمور أيضا وهي إنشاء صندوق مصر السيادي كدراع استثماري هام للدولة المصرية بما لديه من آليات مرنة وحوافز بتتيح للشراكة مع القطاع الخاص المحلي ومع المؤسسات المحلية والإقليمية لزيادة مشاركتها ولزيادة استثماراتها وإعطاء دفعة قوية لعملية التنمية شاهدنا زي ما تفضل معالي الوزير الاقتصاد الأخ العزيز الوزير سلمان إنه النهاردة وقعنا عشر اتفاقيات لتعزيز إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات مجالات اقتصادية مجالات علمية مجالات تكنولوجية أيضا لتنمية استدارات بين البلدين مجال التربية والتعليم وحماية البيئة وتعزيز الاستثمار بالإضافة أيضا إلى هناك كان تم عدد من المناقشات والحوارات مع الزملاء والزميلات من الوزراء والوزيرات في مجالات خاصة بالتنمية المستدامة والاستثمار في العنصر البشري وبالذات في برامج تنمية القدرات للشباب وإن شاء الله يشرفون بالزيارة قريبة شملت الوثائق أيضا الاتفاقية الخاصة بين السندوق مصر السيادي وشركة ممتلكات البحرين القبضة يوفر هذا التعاون كما تفضل المعاية الوزير منصة مشتركة للمؤسستين لزيارة الاستثمارات في عدد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية في ضوء الدراسات الاستثمارية التي سيقوم بها السندوق ومنصة ممتلكات الحقيقة طبعا بتطلع إلى يعني مزيد من التنصيق مع زميلي معاية الوزير سلمان والسيد خالد الرمحي رئيس التنفيذي شركة ممتلكات لتفعيل هذا الاتفاق ولوجود مجموعة من الشركات على أرض الواقع في خلال أسابيع قادمة بس عايز أكد أن الزيارة دي لها أهمية خاصة وبالذات الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري له أهمية خاصة في ضوء التحديات التي يعاني منها العالم كله وفي ضوء الصدمات الخارجية اللي بقى العالم كله بيعاني منها كلها صدمات خارج نطاق دولنا ولكن بتؤثر بالسلب بشكل كبير على كل الدول وبالتالي بيأتي الاهتمام بالجانب الاقتصادي الجانب الاستثماري تعزيز التعاون المشترك التكامل بحيث أن احنا نقدر نستفيد من المزايا التنافسية لكل دولنا ونقدر أن احنا نبقى بنحقق قدر كبير من الاكتفاء الذاتي في كل مواردنا وفي كل احتياجاتنا بشكر حضراتكم مردنا تبعنا مشاهدين الكرام مؤتمرا صحفيا لوزيرة التنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية مع وزير الاقتصاد البحريني وأشارت إلى أن الاستثمارات البحرينية في مصر تبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون دولار وقالت أن هناك أكثر من مئتي شركة تستثمر في مصر أيضا قالت أن البحرين تأتي في المرتبة السادسة عشرة لقائمة الدول المستثمرة في مصر من حيث إجمالي الاستثمارات في مصر مشاهدين الكرام للمزيد من التعليق والتحليل حول ما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية من تعاون بين مصر والبحرين وأفاق هذا التعاون الاقتصادي نرحب من جديد بالدكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي دكتور محمد أهلا بك من جديد دكتور محمد على ضوء ما ذكرته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد في المؤتمر الصحفي منذ قليل بالإشارة إلى التبادل والتعاون الاقتصادي بين البلدين وأن البحرين تحتل المرتبة السادسة عشر في قائمة الدول المستثمرة في مصر كيف ترى هذا الوضع البحريني على ضوء الإمكانيات الاقتصادية للبحرين وما هي آفاق زيادة هذه الاستثمارات إلى أكثر من ذلك هو طبعا حضرتك سيدة الوزيزة الآن قالت أنه هو بحدود 8 مليار دولار الاستثمارات البحرينية وبصلح لحضرتك بس هو التبادل التجاري بالمليون مش بالمليار أنا هو 3 مليار لكن هو بالمليون 40 مليون صدرات ووردات 139 مليون دولار يعني هي مليون وليست مليار الحقيقة طبعا هناك مجموعات سرعية صدرتها الدولة المصرية للبحرين زي الصحف والصور وبعدين الفوايكه وقالات واجهزة ومعدات كهربائية الحقيقة تبادل التجاري البحرين المصري تبادل لؤفاق الحاجة الاستثمارات البحرينية في مصر لا ترقى إلى طموح الشارع المصري وطموح العلاقات أو طبيعة العلاقات ما بين القيادتين السياسيتين جلالة الملك وفخامة رئيس الجمهورية وبالتالي نطمح الدولة المصرية إلى زيادة الانفاق لأن مجالات الاستثمار في الدول العرب المصرية كبيرة جدا ويمكن لدول خليج أن تستشبر هذه الاستثمارات في عندنا صناعة الغز والنسيج عندنا السياحة عندنا الجامعات عندنا الشفيات عندنا الأرض الزراعية التي توسح فيها الدولة المصرية كل دي أفاق استثمارية موجودة تكون موجودة أمام جاذب الاستثمار العربي على أساس أنه الدولة المصرية هي الحديث وهي الأم وهي الحاضنة للدول العربية وتحتاج إلى الأموال العربية بدلا من أن تذهب إلى الدول الأخرى الأمر الثاني رأس المال البشري الموجود في مصر النهاردة مفروب من الدول العربية أنها تقدر تساعد في الصناعات عشان تفك الأزمة لأن في الآخر خالص المنتج العربي العربي هو اللي هيحل الأزمة لأن احنا عندنا ثالث مشاكل موجودين للأزمة العالمية الطحنة فرضتهم أول حاجة كان الغزاء والثاني الطاقة والثالث اللوجيسيات وارتفاع الأسعار ولو جئنا أخذنا الثلاث مشاكل الأساسيين أنهم أخرجوا من الأزمة العالمية نجد أن التكامل العربي أو الإقليم العربي يمكن أن يساعد في ذلك بمعنى إذا تفاعل رأس المال العربي البحريني أو السعودي مع العمالة المصرية والقرص الاسطنية الموجودة في الدول المصرية أعتقد يمكن أن تكون الدول المصرية مركز صناعي ومركز استراتيجي للدول العربية وهذا ما أشرت إليه وزيرة التخطيط عندما تحدثت إلى الإشارة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها كل دولة عربية في إطار التعاون بين الدول العربية وبعضها البعض نأمل دائما أن يكون توجه الاستثمار العربي للدولة المصرية لأن أفضل استثمار وأفضل توجه استثمار في المنطقة هو الدولة المصرية نأمل أن يكون الرجال الأعمال النهارة الدولة المصرية فتحت اقتصاده بارس اقتصاده النهاردة مفتوحة رجال الأعمال والمستدول الأجاني لما لا يأتوا إلى دولتنا مصر على أساس أننا لدينا فرص استثمارية وما يزرعونه في مصر سيحصدونه في الدول العربية على ضو هذه الفرص الاستثمارية دكتور محمد أيضا أشرت وزيرة التخطيط إلى الدور المنتظر أن يقوم به كل من صندوق مصر السيادي وأيضا صندوق ممتلكات الاستثماري البحريني في تبادل الاستثمارات بين البلدين في رأيك ما الذي يمكن أن يقوم به الصندوقان في دعم الاستثمارات المتبادلة في الدولتين صندوق مصر الاستثماري أو الثورة السيادي في المنطقة هي عبارة عن طاقات غير مستغلة في الدولة المصرية وهذه الطاقات غير مستغلة تحتاج إلى أموان حتى يمكن تستغيلها وتشغيلها لأن الأزمة في مصر هي أزمة تشغيل اقتصاد وتشغيل الاقتصاد يحتاج إلى رأسمان ويحتاج إلى خبراء وفي هذه الحالة يمكن هنا التعامل ما بين الصندوق السيادي المصري والصندوق التنمية في البحرين أنهم يفتحوا مجالات استثمارية المجالات الاستثمارية في الزراعة عندنا مجالات كبيرة وفي السياحة وفي الصناعة في كل المجالات أعتقد أننا النهاردة الدولة المصرية مهيئة لأن يأتي إليها نحن نقصرش على البحرين صحيح النهاردة الوزيرة في البحرين وبنتكلم عن البحرين لكن بنتكلم عن رأس المال العربي لأنه ما ناجز برأس المال العربي إلى الدولة المصرية وهو مهيئة لذلك طيب دكتور محمد أيضا كما أشرت وزيرة التخطيط إلى أن غالب الاستثمارات البحرينية في مصر ترتكز على مجالات الخدمات كالخدمات المالية والمصرفية وغيرها في رأيك ما هي أفاق أو الفرص خصوصا أن الدولة أو الحكومة تتحدث عن أن هناك فرص استثمارية في مشروعات وقطاعات انتاجية هل من الممكن أن نشهد زيادة في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الانتاجية خصوصا هذا ما يحتاج إليه العالم العربي ومصر تحديدا في الوقت الرهن على ضوء الأزمات العالمية الموجودة حاليا الحقيقة ده طبعا يعني هو في الخدمات نعم نحن نريد خدمات وأن يكون الاستثمار الخليجي في الخدمات وده أمر محمود لكن هناك مجالات أخرى نحن نحتاج بها أكثر لزيادة تأثيرها في معادلات الموجود الاقتصادي وهي المجالات الصناعية والمجالات التخليقية ومجالات الانتاج لأن الاقتصاد المصر النهاردة بيتحول إلى اقتصاد انتاجي يقدر يقدم خدمات يقدر يقدم سلع وبالتالي في هذا الحال المستثمر العربي لو جينا هارده استثمر عندنا في مصر في مجال الانتاج زي الحديد والصلب زي الغزل والنسيج زي الفواكه زي الزراعة كل دي بتعود على المستثمر الأجنبي المستثمر العربي وتعود على المواطن العربي احنا بالدولة المصرية النهاردة بتأمل من اخواتنا العرب أن استثمراتهم تتوجه إلى مجال الانتاج ومجال التخليق ومجال المعرفة بحيث تقدر تتحول الاقتصاد لأن مصر النهاردة بتحول اقتصادها إلى اقتصاد قيمة مضافة واقتصاد تخليق واقتصاد انتاج وبالتالي هنا ما يضعونهم من أموال في داخل الدولة المصرية سيعود عليهم في الدول الخارجية وهو عندما يستثمرون في مصر من قليل الانتاج أفضل كثيرا جدا من دول أخرى لكن هو طبعا الدولة المصرية حيقت للستثمر وأصبح عندها نهد فرص وعندها قوانين وعندها تشجيع وعندها بنية تحتية تكنولوجية قوية جدا وعندها بنطمق مصارف وعندها ساعتهم في تحولات الأموال من مصر إلى خارج مصر وبساعتهم في كل ده وأصبحت عندها قوانين حرة في العمل وغيره كل ده بيقول لنا أن الدولة العربية النهاردة بنشدهم أنهم رجال الأعمال العرب أحشان أقول مثلا لا يقول حقومة فقط نطالب رجال الأعمال العرب والمستثمرين العرب أن يأتوا إلى الدولة المصرية ليستفيدوا من المناخ القصادي الذي عماته مصر ويستفيدوا من الفرص الموجودة لأن الاقتصاد المصري متنوع الاقتصاد المصري ليس مجال واحد نعم وصلت الفكرة شكرا لك شكرا لك دكتور محمد الشواتفي الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف وإلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة النين مباشر والتي خصصناها حول العلاقات المصرية البحرينية إلى اللقاء اشتركوا في القناة